السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا اليوم عن الموعظة البليغة فمن سنن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فاوصنا قال اصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة حديث صحيح رواه ابو داود والترمدي وقال حديث حسن صحيح وشأ في رواية اخرى قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعظة بليغة إلى آخر الحديث ومعنى الحديث أيها الأحباب الكرام أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقتنس هذه الفرصة فوجه لصحابته الأجلاء من الأنصار والمهاجرين ومن خلالهم الأمة الإسلامية هذه الموعدة البليغة فهو صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة لم يدخر جهدا في تربية الناس وإرشادهم فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم هداية للناس ونورا للأمة يضئ لهم معالم الطريقة ويبين لهم عقبات المسير وصعوباته لقد ضل هذا النبي الكريم على هذا المنوال طيلة حياته حتى جاء ذلك اليوم الذي نزل عليه قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا حينها أدرك صلى الله عليه وسلم دنو أجله وازداد يقينا بذلك حينما خيره الله بين البقاء في الدنيا والانتقال للدار الآخرة وفي هذه الأيام تكاثرت الإرهاسات الدالة على قرب لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بربه فأدركته الشفق على أمته من بعده وأراد أن يعظهم موعظة نافعة ووصية جامعة تعطيهم منهاجا متكاملا للتعامل مع ما سيمر بهم من فتن وما قد يبتلون به من محا فتكون هذه الوصية لهم بمثابة طوق النجاة في بحر الحياة لهذا كان لهذه الموعظة أكبر الأثر في نفوسهم لقد استشعروا قرب فراق نبيهم للدنيا لذلك ذرفت عجونهم وخفقت قلوبهم وأحسوا بعظم الموقف مما جعلهم يقولون يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا لقد طلبوا منه وصية تكفيهم من بعده وتكفل لهم البقاء على الجادة وصحة المسير طلبوا موعظة فما هي الموعظة الوعظ أيها الأحباب الكرام هو التذكير المقرون بالترغيب أو الترهيب وكان صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يتخول أصحابه بالموعظة ولا يكثر عليهم مخافة السآمة كما قال عبد الله دمسعود فقد جاءت هذه الوصية النبوية الشريفة أولا بتقوى الله تعالى لأن تقوى الله هي جماع الخير كله وملاك كل أمر وفيها النجاة لمن أراد في الدنيا والآخرة ومعنى التقوى طاعة الله بامتتال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة لذا قال بعضهم في تفسيرها هي أن تعبد الله على نور من الله وأن تترك ما حرم الله وتخشى عقاب الله وفي القرآن الكريم يكثر التدكير بالتقوى وما يترتب عليها من الفوز والنجاة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويفر لكم والله دو الفضل العظيم وكقوله سبحانه للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج متغفرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ببيان حقوق الإمام التي كفلها الشرع فقال أصيكم أيضا بالسمع والطاعة أي للأمير وإن تأمر عليكم عبد وفي رواية عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فالمطلوب هو السمع والطاعة هم حقان من حقوق الإمام الشرعي كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول يا أيها الناس اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد الحبشي مجدع ما أقم فيكم كتاب الله عز وجل وطبعا هذه الطاعة مشروطة بأن تكون موافقة لأحكم الشريعة وليس مستقلة بنفسها فإذا تعارض أمره مع شرع الله ورسوله فلا تجب طاعته في ذلك وهذا مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في المعصية إنما الطاعة في المعروف والحديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم فمثلا لو أمر ولي الأمر بأن لا يصلي الجنود قلنا لا سمع ولا طاعة لأن الصلاة فريضة فرض الله على العباد وعليك أنت أيضا أنت أول من يصلي وأنت أول من تفرض عليه الصلاة فلا سمع ولا طاعة ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف أمته من بعده وكيفية النجاة من هذا الاختلاف لذا قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد قال سيكون هناك اختلاف كثير في الولاية واختلاف كثير في الرأي وفي العمل واختلاف كثير في أحوال الناس عموما وفي بعض الأفراد خصوصا إنها إشارة إلى ما سيؤول إليه أمر الأمة من تفرق يوهن قوتها وابتعاد عن الهدى والحق الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان ومن أدرك عصرا فيه فتن فيه ضللات فيه ولاءات فيه انتماءات وفرق وطوائف فهذه كلها تتعارض مع بعضها البعض لهذا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك فوصف صلى الله عليه وسلم الداء وبين الدواء وأرشدها إلى التمسك بسنته يعني بطريقته وهديه وسنة النبي الكريم هي طريقته التي يمشي عليها عقيدة وخلقا وعملا وعبادة وغير ذلك فنحن ملزمين باتباع سنته وأن نتحاكم إليها كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فمثلا إذا هبت رياح الفتنة لا قدر الله وتشعبت بالناس الأهواء فإن الناس مدعون لأن يستمسكوا بسنته صلى الله عليه وسلم لأنه يقارب النجاة الذي يوصل إلى شاطئ الأمان والسلامة ويعصم من الغرق في لوجج الضلالة وطوفان الفتنة فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشدنا بأن نلتزم بسنته وأيضا سنة خلفائه الراشدين من بعده فالراشدين هو جمع راشد وهو من عرف بالحق واتباع الحق وهم الخلفاء الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعبادة ودعوة وفي مقدمتهم الخلفاء الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين منى الله عليهم بالهداية ومعرفة الحق والاستقام على المنهاج النبوي حتى صار عصرهم أنمدجا رفيعا يقتدى به وفي ضوء ذلك يمكن أن نفهم تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على التزام هديهم عندما قال عضوا عليها بالنواجد النواجد هي أقصى الأدراس والتي بها تقطع الأشياء الشديدة ومن المعلوم أن السنة ليست جسما يؤكل لكن هذا كناية عن شدة التمسك بها أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أدراسه ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور يعني في دين الله وفيما يتعبد به الإنسان لربه فقال فإن كل بدعة ضلالة أي أن كل بدعة في دين الله فهي ضلالة وإن ضل صاحبها أنها خير وأنها هدى فإنها ضلالة لا تزيده من الله إلا بعدا لذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا جهادا ولا صرف ولا عدل يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجيم فإن أحد أسباب تخلف المسلمين كثرة الخرافات والاتجاهات والبدع والضلالات فالله العظيم لا يمكن أن يكون في دينه نقص لأن النقص من صفات البشر وفي أحد أخر قال صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها عموما أيها الأحباب الكرام اشتمل هذا الحديث على قضايا كثيرة منها أهمية الوعظ وما تميز به الرسول صلى الله عليه وسلم من التأثير والبلاغة وحرصه على أمر الأمة ومستقبلها وتحذيره مما يكون من شر في مسيرتها وبيان أهمية الشورى والسمع والطاعة والتباع السنة وأهمية طاعة أولياء الأمور والتحذير من البدع نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم جميعا العصمة من الزلل والضلال اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نواصل أيها الأحباب الكرام الحديث عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم ونتحدث عن موضوع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ومعنى هذا الحديث أن فيه مراتب تغيير المنكر فإن هذه الأمة وخيريتها ترتبط ارتباطا وثيقا بدعوتها للحق وحمايتها للدين ومحاربتها للباطل ذلك أن قيامها بهذا الواجد يحقق لها التمكين في الأرض ورفع راية التوحيد وتحكم شرع الله ودينه وهذا هو ما يميزها عن غيرها من الأمم ويجعل لها المكانة ما ليس لغيرها لذلك امتدحها الله تعالى فقال في كتابه العزيزة كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله علاوة على ذلك فإن في أداء هذا الواجب الرباني حماية لسفينة المجتمع من الغرق وحماية لصرحه من التصدع وحماية لهويته من الإنحلال وإبقاء لسموه ورفعته وسببا للنصر على الأعداء والتمكين في الأرض والنجاة من عذاب الله وعقابه ولخطورة هذه القضية وأهميتها ينبغي علينا أن نعرف طبيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونعرف شروطه ومسائله المتعلقة به من هنا جاء هذا الحديث ليساهم في تكوين التصور الواضح اتجاه هذه القضية ويبين لنا كيفية التعامل مع المنكر حين رؤيته لقد بين الحديث أن إنكار المنكر على مراتب ثلاث التغيير باليد والتغيير باللسان والتغيير بالقلب وهذه المراتب متعلقة بطبيعة هذا المنكر ونوعه وطبيعة القائم بالإنكار وشخصه فمن المنكرات ما يمكن تغييره مباشر باليد ومن المنكرات ما يعهز المرء عن تغييره بيده دون لسانه وثالثة لا يمكن تغييرها إلا بالقلب فحسب فيجب إنكار المنكر باليد على كل من تمكن من ذلك ولم يؤدي إنكاره إلى مفسدة أكبر وعليه يجب على الوالي أن يغير المنكر إذا صدر من الرعية ويجب مثل ذلك على الأب في أهل بيته والمعلم في مدرسته والموظف في عمله وهكذا وإذا قصر أحدهم في واجبه هذا فإنه مضيع للأمانة ومن ضيع الأمانة فقد أتم لذا جاءت نصوص كثيرة تنبه المؤمنين على وجوب قيامهم بمسؤوليتهم الكاملة تجاه رعيتهم والتي يدخل فيها إنكار المنكر فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤول عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن عاقبة الذين يفرطون في هذه الأمانة فقال ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة نسأل الله السلام والعافية فإذا عجز عن التغيير باليد فإنه ينتقل إلى الإنكار باللسان كما قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبلسانه فيذكر العاصب الله ويخوفه من عقابه على الوجه الذي يراه مناسبا لطبيعة هذه المعصية وطبيعة صاحبها قد يكون التلميح كافيا أحيانا في هذا الباب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وما بال أقوام يتركون كذا وكذا وقد يقتضي المقام التصريح والتعنيف لهذا جاء في السنة أحداث ومواقف كان الإنكار فيها علنا كإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنه شفاعته في حد من حدود الله وإنكاره على من لبس خاتم الذهب من الرجال وغير ذلك مما تقتضي المصلحة إظهاره أمام الملأ وإن عجز القائم بالإنكار عن إبداء نكيره فعلا وقولا فلا أقل من إنكار المنكر بالقلب وهذه هي المرتبة الثالثة وهي واجب على كل أحد ولا يعدر شخص بتركها لأنها مسألة قلبية لا يتصور الإكره على تركها أو إلا عجز عن فعلها يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد جهاد بأيديكم ثم الجهاد بألسنتكم ثم الجهاد بقلوبكم فمتى لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر انتكس نسأل الله السلام والعافية وإذا ضيعت الأمة هذا الواجب بالكلية وأهملت العمل به عمت المنكرات في المجتمعات وشاع الفساد فيها وعندها تكون الأمة مهددة بنزول العقوبة الإلهية عليها واستحقاق الغضب والمقت من الله تعالى والمتأمل في أحوال الأمم الغابرة يجد بأن بقاءها كان مرهونا بآداء هذه الأمانة وقد جاء في القرآن الكريم ذكر شيء من أخبار تلك الأمم من أبرزها أمة بني إسرائيل التي قال فيها رب العزة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون وتكمن خطورة التفريط في هذا الواجب أن يألف الناس المنكر ويزول في قلوبهم بغضه ثم ينتشر ويسر فيهم وتغرق سفينة المجتمع وينهدم صرحها وفي ذلك يضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا يوضح هذه الحقيقة فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلىها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤدي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه الإمام البخاري إن هذا الواجب هو مسؤولية الجميع وكل فرد من هذه الأمة مطالب بأداء هذه المسؤولية على حسب طاقته والخير في هذه الأمة كثير بيد أننا بحاجة إلى المزيد من الجهود المباركة حتى تحفظ للأمة بقاؤها وتحول دون تصدع بنيانها وتزعزع أركانها اللهم احفظ هذه الأمة واجعلها خير أمة أخرية للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الأحباب الكرام نواصل مع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ونتناول بالدراسة حديثا آخر وكونوا عباد الله إخوانا فقد روى الإمام مسلم في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا روى أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم هذا الحديث النبوي الشريف يشير إلى معاني الأخوة الإسلامية فالأخوة الإسلامية شجرة وارفة الظلال يستضل بفيئها من أراد السعادة إنها شجرة توتي أكلها كل حين شهية تمارها طيبة ريحها تأوي إليها النفوس الضمآ لترتوي منها بمعاني الود والمحبة والألفة والرحمة إنها ليست مشردة علاقة شخصية ولكنها رابطة متينة قائمة على أساس من التقوى وحسن الخلق والتعامل بألقى صوره وفي الوقت ذاته معلم بارز ودليل واضح على تلحم لبنات المجتمع ووحدة صفوفه وحسبك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ربط الأخوة بالإيمان وجعل رعايتها من دلائل قوته وكماله ولا عجب حينئذ أن ياتي الإسلام بالتدابير الكافية التي تحول دون تزعزع أركان هذه الأخوة وفي ضوء ذلك جاء هذا الحديث النبوي العظيم لينهى المؤمنين عن جملة من الأخلاق الذميمة والتي من شأنها أن تعكر صفو الأخوة الإسلامية وتزرع الشحناء والبغضاء في نفوس أهلها وتتير الحسد والتذابر والغش والخداع وغيرها من الأخلاق السيئة التي ذكرها الحديث فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد ولا عجب في ذلك فإنه أول معصية وقعت على الأرض وهو الداء العضال الذي تسلل إلينا من الأمم الغابرة فأثمر ثماره النتنة في القلوب وأي حقد أعظم من تمني زوال النعمة عن الآخرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء ألا إنها هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وعلاوة على ذلك فإن الحسد في حقيقته تسخط على قضاء الله وقدره واعتراض على تدبير الله وقسمته للأرزاق والأقوات وهذه جناية عظيمة في حق البال تبارك وتعالى قال بعضهم ألا قل لمن ضل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب ومما جاء النهي عنه في الحديث النجش وأصل النجش استخدام المكر والحيلة والسعي بالخديعة لنيل المقصود والمراد ولا شك أن هذا لون من ألوان الغش المحرم والمدموم في الشرع والطبع إذ هو منافل لنقاء السريرة التي هي عنوان المسلم الصادق وزد على ذلك أن في التعامل بها كسر لحاجز الثقة بين المؤمنين النجس لفظة عامة تشمل كل صور المخادع والتحايل لكن أشرى صورها النجش في البيع ويكون ذلك إذا أرد شخص أن يعرض سلعة في السوق رغبة في بيعها فيتفق مع أشخاص آخرين بحيث يظهرون للمشتري رغبتهم في شراء هذه السلعة من بائعين بسعر أكبر مما يضطر المشتري إلى أن يزيد في سعر السلعة فهذا وإن كان فيه منفع للبائع فهو إدرار بالمشتري وخداع له ومن الآثات التي جاء دمها في الحديث البغضاء بين المؤمنين والتضابر والتهاجر والاحتقار ونظرات الكبر وغيرها من الأخلاق المولدة للشحناء والمسببة للتنافر فالإسلام إذ ينهى عن مثل هذه المسالك المذمومة فإنه يهدف إلى رعاية الإخاء الإسلامي وإشاعة معاني الألفة والمحبة حتى يسلم أفراد المجتمع من عوامل التفكك وأسباب التمزق فتقوى شوكتهم ويصبح يدا واحدة على أعدائهم فالمؤمن ضعيف من نفسه قوي بإخوانه ومن هنا جاء التوجيه في محكم التنزيل بالاعتصام بحبل الله والوحدة على منهجه ونبد كل مظاهر الفرقة والاختلاف يقول الله عز وجل في كتابه العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه الوحدة لن تبلغ مداغا حتى يرعى المسلم حقوق إخوانه المسلمين ويؤدي ما أوجبه الله عليه اتجاههم ولتحقيق ذلك لا بد من مراعاة جملة من الأمور فمن ذلك العدل معهم والمسرعة في نصرتهم ونجدتهم بالحق في مواطن الحاجة كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وقد حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلومة فقال رجل يا رسول الله أنصره مظلومة أفرأيت إن كان ظالمة كيف أنصره قال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ثم توج النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بالتذكير بحرمة المؤمن فقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فالمسلم مأمر بالحفاظ على حرمة المسلمين وصيانة أعراضهم وأموالهم وأعراضهم فلا يحل له أن يصيب من ذلك شيئا بغير حق وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أشرف البقاع وأشرف الأيام وتحين موقف الحاجة إلى الموعظة لينبه الناس إلى ذلك الأمر العظيم لقد خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فإذا راع المسلمون تلك المبادئ التي أصلى هذا الحديث وصارت أخوتهم واقعا ملموسا فسوف نشهد أياما من العزة والرفعة لهذه الأمة وسوف يصبح التمكين لها قاب قوسين أو أدنى بإذن الله تعالى اللهم نصر الإسلام وهد المسلمين اللهم نصر الإسلام وهد المسلمين اللهم نصر الإسلام وهد المسلمين واجعل رعاية الإسلام خفاقة في كل مكان واجعلنا خير أمة أخرجت للناس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله